واجهة جديدة تابعة لميليشيا الحجد تبرز باسم مديرية مكافحة الإرهاب الفكري لتضاف إلى واجهات المكاتب الاقتصادية ولجان التدقيق والمعلومات حيث تنشط مديرية مكافحة الإرهاب الفكري في المحافظات المنكوبة بعد استعادتها من سيطرة تنظيم داعش وقد وضع لها هدف أساس وهو إبعاد الكثير من الخطباء وعلماء الدين والمدرسين بحجة ترويجهم للفكر الديني المتطرف وتؤكد المصادر العراقية أن إدارة هذه المديرية قد أنيطت بجماعة الرباط المحمدي التي يرأسها عبدالقادر الآلوسي حيث تأسست هذه المديرية عام 2017 باسم وحدة التبليغ الديني قبل أن يغير اسمها لاحقا إلى دائرة مكافحة الإرهاب الفكري تابعة لميليشيا الحجد كما أن هذه المديرية تقوم بحسب عدد من البرلمانيين بالترويج للميليشيات المرتبطة بإيران مثل ميليشيات حزب الله والنجباء وسيد الشهداء والعصائب وغيرها وفرض نمط معين ومحتوى محدد لخطب الجمعة والمحاضرات الدينية بحجة محاصرة الفكر الداعشي ويتهم المختصون القانونيون دائرة مكافحة الإرهاب الفكري بأنها تعمل خارج إطار القانون وكل أنشطتها قائمة على اجتهادات زعماء الميليشيات يشار إلى أن جماعة الرباط المحمدي قد افتتحت سلسلة من مدارس الأطفال بأسماء روح الله الخميني في نينواء وأبو مهد المهندس في صلاح الدين وهما ينسجب مع سياسة التغيير الديمغرافي والثقافي والمذهبي التي أطلقتها إيران والميليشيات الطائفية بعد عام 2003 وما زالت قائمة على قدم وساق حتى هذه اللحظة